اشتركوا في القناة وجهودكم دائما طيبة ومباركة رائد علي نتعرف منك ومن ضيفك الكريم عن الأحوال الجوية وبعض الملاحظات للسائقين الملاحظات للسائقين نعم شكرا جزيلا زميلة داما صباح الخير لزميلة فخير وصباح الخير لكل مشاهدين في التلفزيون الأردني في هذه التشاركية الإعلامية الصباحية من خلال أثير ذاعة الأمن العام فيما يتعلق بموضوع الحركة المرورية الحمد لله الحركة المرورية جيدة ونشطة في بعض المواقع نشامة السير والدوريات الخارجية والمعنيين بالعملية المرورية في الميدان لكن هناك للأسف الشديد تم ضبط سرعات عالية منها سرعة تقريبا 179 تم ضبطها من خلال نشامة الدوريات الخارجية ومنذكر دائما أن كل ما زادت سرعة المركبة بخف وزن المركبة بنفس الوقت بتزيد قوة الاستدام لا سمح الله في حال وقوع أي حادث وبنفس الوقت يصعب السيطرة على المركبة الأمور المرورية الحمد لله جيدة وبقي أن ننبه للناس الالتزام بالتعليمات وأرشادات المرورية في الميدان حتى الجميع يصل إلى مبتغى بيسر ويسهوله على جانب آخر ومنطلاقا من توجيهات عطفة مديل الأمن العام أن يكون عام 2016 هو عام مواجهة الآفة المخدرات هذه الآفة الحقيقة التي لا بد أن يكون هناك حلقة كاملة ويد واحدة جميعنا للقضاء على هذه الآفة اليوم حديثنا عن الدور التوعوي والدور الوقائي اللي بتقوم في إدارة مكافحة المخدرات في هذا الجانب ضيفنا العقيد فراس سليمان الزعبي وهو رئيس شعبة مكافحة مخدرات العاصمة عقيد فراس صباح الخير وتحية صباح الخير أخي عصام صباح الخير للأخ فقر عبندا والأختي دام الكردي أسعد الله صباحكم جميعنا مستمعين إذاعة أمن أفهم ومشاهدين على قناة التفزيون الأورديني نعم فراس بيخ نتحدث أول شيء عن المحور الوقائي اللي قامت فيه أو وجهه فيه عطوفة مدير لأن العام إدارة مكافحة المخدرات أخي علي بيكي أنت الكل اللي بتعرف من نشأة الإدارة اخترنت تبنت ثلاث محاور رئيسية في عملية تصدي لآفة المخدرات المحور القضائي والكل بعرفوه وتحدثوا عنه أكثر من مرة المسؤولين في إدارة مكافحة المخدرات وبالإضافة عندك المحور العلاج وتم استضافة مندوبين من إدارة مكافحة المخدرات من مركز معالج المدمين في هذا الصدد اللي اليوم المحور الثالث اللي احنا بنركز عليه هو المحور الوقائي والكل بعرف دايماً أنه المحور الوقائي هو أحد المحاور الأساسي اللي بتعتمد عليها إدارة مكافحة المخدرات في نشر الثقافة المخدرات اللي قاعدة بتنتشر بين أبنائنا بين مجتمعاتنا العربية أو بين مجتمعنا الأردني نعم يوم نحكي عن المحور الوقائي طبيعي بتعرف أنت دايماً إحنا منقول مثلاً هل من الصحيح أن يجينا نتكلم عن موضوع مادة المخدرات لأبنائنا لأخواننا لمجتمعنا خاصة أنه مندخل في بوتقة صعبة شوية اللي إنه بدقول إنه هل هي حدها سيء أم جيد إحنا المحور المقايم يستندين عليه ثقافة إحنا منشجع الثقافة التي مبنية على ثقافة المخدرات طبيعي بدها تكون ثقافة مبنية على المعرفة على التوعية على معرفة مخاطر هذه المادة مش ثقافة بتكون مبنية على التجربة إحنا كل جهودنا الآن منصبة إني لازم ننوعي مجتمعنا نشر ثقافة الثقافة مخدرات مبنية على المعرفة والتوعية وليس مبنية على التجربة صحيح هذا المجام iterations نعم الآن في مجال الأعمار كيف أليت إيصال المعلومة للطلاب للجامعات للمجتمع المحلي أكيد اختلاف الثقافات والشريحة العمرية كل واحد إليه رسالته بالطريقة معينة نعم سيدنا بالنسبة للمحور الوقائي نحن المحور الوقائي قدير من ركز على جميع أطياف المجتمع الأردني جميع الأعمار لازم نوجه لهم الرسالة بما يتناسب مع الأعمار التي تقاضوها طبيعي عندك المحور الوقائي نحن يوم نحكي نستنهد عليه على أكثر من محور أو من أخضر من برنامج عن طريق المحاضرات التي نلقيها في المدارس في الجامعات الأردنية سواء كانت خاصة أو الجامعات الحكومية أو حتى في أي ندوات أو المحاضرات التي نلقيها على المنتديات الشبابية كانت الغاية من المحاضرات هذه توعية شو أنواع المخدرات شو بتحدث تغييرات في جسم الإنسان من ركز على أضرارها للمادة وبتكون أضرار حقيقية تابعة نابعة من خلال التجرؤ من خلال العلم اللي إحنا قاعدين منتلقاه في نشر هذه الثقافة عاديك عن ذلك في عندك مثلاً غير المحاضرات في عندنا لقاءات التلفزيونية والإذاعية اللي بتصدد نجريها كل فترة وفترة نفرج إنجازات جهود الإدارة في مجال مكافحة المخدرات كذلك في عندك الزيارات اللي بتقوم فيها الوفود الطلابية أو مؤسسات المجتمع المدني كنوع من التفاعل بخصوص المحور الوقائي نعم طبيعي في عندنا معرض المتنقل ومعرض ثابت في إدارة مكافحة المخدرات عساس إنك تتطلع زي ما أقول لك الشوف من زي الحكي كثير من خاصة يوم نعقد دورات مثل دورات عوان المخدرات بتيجي بتطلع المعرض المتنقل معرض ثابت تنقلوا المكان اللي موجود في هذه المحاضرات بصير يتطلع الإنسان أو الإنسان الطالب أو اللي بشترك مثل هذه الدورات بتطلع ويشوف المخدرات على عقيقتها بحيث أنه نوصل إلى فكرة أنه هاي المخدرات يحذر منها يسعك أنك تيجي تجربها لا ترد على إنسان غيرك يتعلم أنه هاي المخدرات هاي الطبيعة تبعتها بحيث أنك ما تجربها بيوم الأيام ولا يكون عندك فضول أنك تجربها عاديك عن ذلك في دورة عوان المخدرات وهذه الدورة يعني صار لها زمن بتنعاقف إدارة مكافحة المخدرات من ركز عليها من ناحية أوعوية من خطرات بتنعطى من قبل أخصائيين في الطب اللي هي في مركز معالجة المرمينين أخصائيين في الضباط العمليات اللي بيشتغلوا في إدارة مكافحة المخدرات من ركز عنواع مادة المخدرات كيفية الاكتشاف المبكر للشخص المتعاطي وهي من ركز عليها بكثير من خاصة في دورة عوان المخدرات الحلو في دورة عوان المخدرات إنه الإنسان ما بيستطيع أنه يحصل أو يصير عون من عوان المخدرات إلا أنه بعد ما يدرب عشر راتي لعشرين مواطن أوربنين يعني بعد ما يأخذ الدورة لازم يدرب عشر راتي بالضبط أستاذ يعني إحنا الغاية منها من نفس الإنسان اللي بيأخذ هذه الدورة ما يفكر إنه عبارة عن ورقة أخذها منه يكون عون إنه في الميدان العون إنه في الميدان أول شي إنه بده يكون مغتنع في ذقافة إسمى ذقافة المخدرات مغتنع في ضرارها غاديك عن ذلك بده ينشر الفكر تبع الأضرار تبع آفة المخدرات لمن حوله طبيعي إنتي لو بدك تحسبها العشرة بعرق كل واحد مثلا كل عشرة بده يعلم عشرة حتى يوصل لك آلاف إحنا مجتمعنا قلت لك واجتبع واعي مثقف مثل هاي الأمور قاعد بتطور عنا وإن شاء الله بنوصل رسالة عن طريقهم وعن طريق الإنسان اللي بأخذها مع عن ضرارها وكيفية الاكتشاف المباكر للشخص المتعاطي أديك عن ذلك من المحور الوقائي اللي بتخون فيه الإدارة في عنا برنامج دال المخدرات اللي بنده على إذاعة صمى الكريمة نعم صحيح إذاعة أمن إفم ظهروا يمكن بالألفين و بالألفين وخمسطعش قطة ما يقارب اثنين وخمسين حلقة كان كل فترة وفترة يتاول موضوع بمس مجتمعنا الأردني ويكون المحور الرئيسي في المخدرات أديك عن ذلك المسرحيات سواء كانت منظمة من قبل مديرية الأمن العام أو من قبل المجتمع المدني اللي احنا بنفخر فيه وصارت كثير من الشركات اللي موجودة الآن لأنه أنت يد واحدة ما بتزقف هاي مخدرات جريمة كبيرة ممكن أن تكون ما بستطيع إنسان واحد يقومها صحيح وهي مضرر لجميع أفراد مجتمعنا المفروض أننا نجح نركز عليها بصورة تفاعلية الصورة التفاعلية والتشاركية اللي بتقوم فيها عن طريق المجتمع المدني والمجتمع المحلي عن طريقة تشاركية المختلفة في جميع ظروفها بحيث أننا نقدر بيوم من الأيام أن نصل أنه مكافعة المخدرات ليست هي المعنية فيها مديرية الأمن العام ومثل بدارة مكافعة المخدرات يكون عندنا كل إنسان حارس على نفسه حارس على أسرته حارس على بيته تفاعلية ومعرفته بأضرار هذه المادة نعم عديك عن ذلك في كثير من ندوهات الورشات بتعقدها إدارة مكافعة المخدرات في خصوص توعية من أضرار المخدرات طبيعي في 2015 نعقد ورشات عمل وندوات ما يقابل 86 ورشة عمل المقابلات التلفزيونية وليذها يقولنا عنها عديك عن ذلك يعني اللي أنا كمان حاب أن أحاضر فيه اللي أوجه الرسالة المخبر الوقائي اللي بتقوم فيه إدارة مكافعة المخدرات لو جينا وقلنا عدد المحاضرات يعني بشكل سريع بالـ 2015 كان عندي 3331 محاضرة ألقوها ضباط مختصين في محافل مختلفة في جامعات أو في المجتمع المحلي في جميع طيافهم وكان عندها في منسبة للزيارات كان عندي 159 لزيارة لإدارة مكافعة المخدرات وزيارة مش هي عبارة زيارة روتينية هي بتطلع المعرض الموجود في إدارة مكافعة المخدرات من خلال الزيارة بتلقى الشخص الزائر محاضرة لمدة نصف ساعة عن جهود إدارة مكافعة المخدرات وعن الأضرار تبعة المادة تبعة مادة المخدرات عاديك عن المعارض اللي وصلت تقريبا 81 عملنا معرض متنقل أو بسواء انكثامة أو المنقل حسب طبيعة المكان اللي رايحين عليه وعدد لقاءة التلفزيوني كان إنما يقارب 32 لقاء من مسؤولين إدارة مع الشباب يعني حقيقة تحية للزملاء في إدارة مكافعة المخدرات على هذا الدور الوقائي والتوعوي وحنا تحدثنا عن محور واحد فقط وكما وجهه عطوفة مند الأمن العام أن يكون هذا العام عام مواجهة إدارة مكافعة المخدرات شكرا جزيلا على العقيد فراز الزعبي رئيس شعبة مكافعة مخدرات العاصمة شكرا جزيلا شكرا للمستمعينا ومشاهدين على قناة التلفزيون الأردني وشكرا لكل اهتمام كل هذا الموضوع وإن شاء الله يعني إحنا دائما نمنيجي من إمال إنه دائما الثقافة دائما تكون منتشرة في مجتمعنا الثقافة الصحيحة اللي إحنا بنرغبها إن شاء الله إن نكون نصل بيوم الأيام إنه مجتمع خالي من المخدرات ومكان مثل ما قال عطوفة مدير الأمن العام بأننا نكون هاي العام عام 2016 عام مواجهة المخدرات مكافحة المخدرات راح إحنا نكون إحنا نكون مجتمعنا الأردني بالتشاركي الموجودة بنا راح نكون أردن بلا مخدرات بإذن الله رب العالمين الله يحمينا ويحميكو يا سيدي والله يخليناها البلد وإحنا دائما بحب دائما أعقب أنا مطمئنة منها كامل بالنسبة للدور اللي بتخون في الإدارة وزي ما أقول لك يا أهما ما تخاف على شعب أهل أردنيين وقياهتها الشمية حفظ الله الأردن وحفظ الله قياهتها الشمية والله يعطيكو العافية شكرا جزيلا عقيد فراس الزعب المرة ثاني رئيس شعب المخدرات العاصم شكرا جزيلا هذه رسلاتنا الصباحية من أثير ذاعة الأمن العام عودة إلى الزملاء الزميلة فخر والزميلة دامة وكل مشاهدين في التلفزيون الأردني مع التحية والتقدير والاحترام